أحسن الله عزاك و الله يرحم أخوك حازم و يجعل مثواه الجنة و يصبركم يا رب إنا لله و إنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الذي أصابتهم مصيبة قال و إنا لله و إنا إليه راجعون أنا إنسان مؤمن و علينا أن نؤمن بأن قضاء الله و قدره مكتوب علينا جميعنا و أن الموت حق و أنا اليوم أمام مهمة كبيرة و رسالة علي أن أؤديها بكل إخلاص وأمانة و أنا أستمر بهذا المرنامج برنامج الكبير الذي يحمل اسم العراق و العراق علمنا أن ما ننحني لأي صعبة أو أي حزن و أن لا ننكسر و علمنا دائما أن نكون صابرين أن نكون كبار بما نفعله من من أشياء كبيرة أنا اليوم أوجه تحية عني بدوري وأقول ألف شكر و مليون شكر لكل أصدقائي من الفنانين الكبار من مسرحي و من فناء و من مطربين و من ملحنين و من كتاب و من شعراء و من إعلامين اللي ساندوني و من جمهور الكبير اللي يواقفوا يهاي بهاي ملحن الكبيرة اليوم أنا جالس على هذا الكرسي بس أحسهم هم كلهم سندي فإن شاء الله يا رب ما يشوفون أي مكروه و إن شاء الله يا رب يكونوا دائما سعداء و دائما الضحكة متفارقهم و إن شاء الله يا رب أكون دائما أعتحسن ظنهم أنا ذاك الاسم و الأبن البارل هذا العراق الكبير و إن شاء الله العراق دائما يكون كبير بأبناءه و ناسا اللي يحبوه عشتيني بأبناء شكرا لك إن شاء الله خاتمة الأخزان و إحنا نشكرك لوجودك ويانا رغم هذا المصاب الأليم وأعتقد يمكن هي هاي رسالة الفنان أنه يكمل مسيرته رغم ممكن كل الأوجاع اللي مربيه إن هذا البرنامج يعني فيه يعني شباب وعدين و إن شاء الله يا ربي يكون لهم شأن كبير بهذا الوسط الفني اللي يحمل وهذا البرنامج الكبير اللي يحمل اسم العراق أنا أشكرك جدا وأشكر أم بي سي هو بيت الثاني اللي يدعم إنسان ديني أشكر سيف أخوية حبيبي أبو أحمد أبو أحمد إنسان مؤمن والمؤمن مبتلى والبقية بحياته وأحسن الله عزاك إن شاء الله خاتمة الأحزان وهم السابقون ونحن اللاحقون هذا قضاء رب العالمين ما اللهم لا اعتراض واني قلت له لأبو أحمد قلت له احنا ادنا مسؤولية في عاتقنا بهذا البرنامج لازم ان نكمل الطريق فشكرا إليك أبو أحمد شكرا إليك شكرا إليك أحب يعني أنا شكرت جمهوري وشكرت الناس اللي وقفوا إياه واللي خلوني يعني أشتحيلي أشكر والدي اللي يقول لي أنت خلي حزنك بينك وبين نفسك حزنك أنت أنت اليوم مملك نفسك أنت ملك الجمهور ملك محبينك فأنا أشكر والدي هذا الكبير الله يحفظك يا حبيبي فأنا أشكر كل من يعزوني بهذا المصابة جلل بفات أخويا أشكر كل الناس الطيبة اللي بكل محلوة كتبوا إليها فإن شاء الله نكون دائما حسن ضنهم وأكون ذاك الابن البارئ لهم شكرا إليك شكرا جزيلا